موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في قناتي وقناتكم كويزين كغامل كنتم تمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال ديالكم كنتم تشاهدوا الفيديو ديالي كنتم تمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية ديالكم وفرجة كنتم تمنى لكم فرجة ممتعة وطرقكم هذه الوصفة اللي جبت لكم اليوم وما تنسوا تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي وبغضا جيهوا الفيديو اللي تعمل فائدة على الجميع وكون شي يستفد إن شاء الله بسم الله على بركات الله لو ما صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جبت لكم اليوم واحد الوصفة ديال شيز كيك اللي تيبغيه واللي المحبين دياله اللي تيكون طعب في الفرن ماشي اللي تيكون فخي وكانت منها تعجبكم هاد الوصفة ناجحة مئة في المئة بالضمانة ديالي إن شاء الله تجربوها وترخكم وتعجبكم وبسم الله على بركاتي اللي نبدأ وبالنسبة للمقادر غنحتاجو للميتين جرام ديال أي بيسكويت كتفضله كيما شفتوا أنا خسارت بيسكويت ماريا غتتاخدو معاه واحد ثمانين جرام بتانمية جرام ديال زبدة دائبة تكون مزيانة من نوعية جيدة باش يجيكم تشيز كيك ديالكم لديد ويكون الطعم دياله تستمتعو به كندوبها كنضيفها على البيسكويت ديالي كنطحنه من الأحسن يكون مول يكون صغير باش ديكم الدائرة باش يكون طالع لحقاش هو كيخرج من الفران را كيرجع شوية ما كيبقاش من فوخ دونك من الأحسن صغرو الدائرة قاع لماكسيموم 20 ما تفوتوش زعما ما تفوتوش 20 سنتيمات 18 20 تيجي مزيان كتسرحوها بشي ملعاقة ولا كاس مهم كتقدو الوجه ديالها وكتخليوها وكندوزو المقادير ديال تشيز كيك اللي غادي نكبو على البيسكويت كنحتاجو لي جوج ديال البيضات كبار من حاجم كبير ولا كانو صغر غادي ديرو ثلاثة غادي نحتاجو لـ 200 ميليليتر ديال لك خيم فخاش عادي يا نغمال ما فياش سكر وغا نحتاجو الجبن حك ديال الجبن ديال جبلي أو لأي نوع نخري الجودة كانحتاجو الساشياد لالفاني أو اللاغوم ديال لالفاني اللي بغيتو وكانحتاجو لـ 80 جرام ديال سكرسانيدا وواحد المعلقة كبيرة ديال عصا ديال الحامض وجوج معال كبار بومبي ديال تقيق فورس أول حاجة كنبدو بها هي كناخدو كيما شفتو معايا غادي ناخدو الجبن هو اللول غادي نفرغوه في هذا فاللوبول اللي غا نخدمو فيه هاد القياس هادا را كي يجي كماش تشوف تقديم يعني بوشو تدوبلو المقادير غادي تدوبلوها هادا قياس ديال زع ما الحساب عدد أشخاص ديال البيت وكي يجي في المضاق ولا أرواع صدقوني وجربوه وبالضمنة ديالي يعني أسهل تشيز كيك ومقادير لي زع ما مشيش حاجة لي كثيرة بزاف وكي يجي رائع تسمتعو به في هاد في هاد الصيف هادا كي مشتو ضفت سكار للجبن وضفت ليه ساشيا ديال لفاني غادي نتلقو شوية يتطلق ليه ماشي زع ما ممقوش نتربوه في بزاف باش ما يتميهش موهم نتلقوه ما يبقاش هكا مع الصد وغادي نزيدو لو اي نوع هادا كي مشتو ديال لابوات وخلتوه راولا غالي دابا كان كي ديري 10 درهم دابا ولا كي دير 14 درهم يعني غالي بحالو بحالو بحال شريتو لابوات بحال شريتو هايدي اللي عجبكم عيلا شريتو حلو نقسم سكار ما تديروش 8 جرام دي السكار قدي تديروش 30 هكا جرام دي السكار 60 جرام دابا كان تطربو ماشي تطربو باشي تطلعو ولا شي حاجة اللي ما بغناش حنا تطلع ما بغناش تولي شانتي ولا تولي مونتا ولا شي حاجة اللي هي كان خلطو احنا هي كان مزجو كان ضيفو البيض يعني انا درت تجوج بيضات كبارة زي ما تبار كلا أكبر كاليبغ دونك غالديرو إما جوج كبار إما ثلاثة صغار وكات خلطو وكات مزجوعي المزج صافي ماشي مزكت روش تخلط بزيف ماشي مطلعش لك خام كان ضيفو دقيق ضفت معلقة وغازي نزيد بوم برشتو عامرة وغازي نزيد معلقة أخرى معلقة كبيرة اللي كان ناكلو بيالا سوب راكم معارفين ها آآ غنزيد معلقة الثانية من شو ما غادي تشوفو معايا كنتابع التحريك صافي وغادي آخر آخر حاجة كنضيفوها هي السيتخون هي الحامض باش كيجمع لنا ذاك الخالط بحل كيجمع ذاك الخالط ما كيبقاش مية كنزيدو واحد معلقة كبيرة فقط متزيدوش أكثر معلقة كبيرة كتنسم وكتجمع ذاك الحليب ذاك الجبن معا سميتو كتجمعو هدوى الدور ديالها صافي كان صافي هدوى زعم هدية الخدمة ديالها ما كينش حاجة كتير كان فرغوها في هدوك فوق من البيسكوي ديالنا كان نشعل فران على درجة 170 درجة وكان ديروه في 45 دقيقة كيطيب على 55 دقيقة 150 بين على حسب الفرن ديالكم كيف جدا إذا كانت 150 عندكم سخونة ديروه في 150 كانت عندكم أنا بحال ده بقى الفرن ديالي شوية ناقص كندير 170 تقريبا 160 140 45 دقيقة تقريبا سوف تقريبا سوف تقريبا سكين ديالكم وتجبدوه كتلقاوه نشوف ما كتلقاوش باقي ما مياه طريقة بسيطة من غلّفوه من غلّفو المول ديالكم يكون من تحت مغلّف وما تديروش مول ما كيتحلش لحقاش ما عندكم كيف تديرو تبدو هذا 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 لقد تحل قريبا لكي تحل عنده القراسة من جناب أو لكي ما درس أنا غلّفت باقي سور فغيزي ومن تحت الألمينيون باش نجمع نجمع لي جنابه باش ما يخرج ليش ما يسح ليش مع جناب كما كتشوفو راه مساح ما تشي حاجة من ندخلش الفران مساح ما تشي حاجة ها هذا بفل فورن بعد ما طاب كنخلي في الفورن كنخلي الفورن مسدود عليه حتى تبرد فيه مشيت وجيت الكولي دو فريز كولي دو فريز ووجيت معاكم مرارا وتكرارا ها تأخذوا كيميا دي الفريز مع كيميا دي السكار مع شوية دي الحامض وكات ديروا فهذا فوق البوطة أنا طحنت موهم ورقة جيلاتين ما باش نكتر جيلاتين تيجي على هاد الشكل هذا من الأحسن يبات تشيز كيك باش يعطي واحد النتيجة في المضاق رائعة ولكنتو زربانين بحالي غا تقدموه على هاد الشكل هذا وكنتمنى يعجبكم ويروقهم هاد الوصفة اللي قدمت لكم اليوم وتجربوها ان شاء الله وإلى اللقاء في وصفة أخرى وفيديو جديد ان شاء الله وبصحة والرحة إلى اللقاء